المكالمة الأولى من زيتوني من تونس أهلا وسهلا أخ زيتوني أهلا وسهلا أخ زيتوني أنت معانا على الهواء أهلا وسهلا تفضل أخ زيتوني لماذا التلاميذ أولا بطرف قد أنكره وهو قال في عهد القديم أنكرني قدام الناس أنكره ونقيره قدام أبي ثانيا من هرود الأسخاريوتي بقعه بثلاثين من أقدر من الفقدة ثانيا لماذا التلاميذ أولا ساعد هذه المعجزات لماذا تركوه كلهم وهم يعلمون أنه هو الله شو بدأ أقول لك يا زيتوني هذا الإنسان هذا الإنسان اللي ممكن يشوف كل البرهين وأنا ذكرت بأنه المسيح صنع أعظم معجزاته في كفر نحوم وبيت صيدة وكرزين وكاتسرين والمجدل وكل هذه المدن اللي كانت حول بحيرة طبرية لكن أخيرا عنفها وتكلم بدينوني على هذه المدن اللي رفعت فعلا دائما بقول لك أنظر إلى نهاية القصة مش بدايتها بطرس أنكر يسوع المسيح لكنه بكى بكاء مرا ولاحظ أن المسيح أنت اقرأ الإنجيل بالكامل في يحنى 21 آية 15 كان المسيح مع التلاميذ وبعدين المسيح حط عيني بعينين بطرس وسأله يا سمعان بنيونة أتحبني أكثر من هؤلاء أجاب بطرس وقال له يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرافي هو المسيح أصلا دعا من قبل يكون يعني راعي وصياد نفوس وأنه يتبع يسوع المسيح لكنه ضعف وأنكر يسوع المسيح وحتى يحنى في السجن عم بيسأل أأنت هو أم ننتظر آخر لكن أخوي زيتوني نهاية القصة أنه التلاميذ امتلأوا من الروح القدس وحلت قوة الله في داخلهم وهذا بطرس اللي كان خايف راح لمنطقة الهيكل وقال لرؤساء اليهود واليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتموه لكن الله أقامه من الأموات وفعلا لم يستطيعوا أن يقاوموا بطرس ثلاث تلاف شخص في عزة واحدة آمن في بطرس في يسوع المسيح من خلال عزة بطرس الرسول والرب يسوع لعلمك تنبأ عن بطرس أنه راح يموت بأية ميتة مزمع أن يمجد الله بها ولما نيرون ابتدأ الاضطهاد في روما وفعلا ألقى القبض على بولوس وعلى بطرس بحسب تقليد الكنيسة وأنه فعلا بطرس كان خارج من روما الرب قال له على وين يا بطرس رجع ومات وصلب بطرس لكن قال هذه العبارة حاش لي أن أصلب مثل سيدي صلب بطرس بالمقلوب اتطلع على نهاية القصة أخوي زيتوني وتطلع على الإنجيل بشكل متكامل لا تأخذ آية وتركز عليها وتنسى كل صياغة الحديث من الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر